أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من المسيح والحل ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر أمين في سفر الرؤية الرسول يحنى بيحكي الرؤية اللي شافها بيقول فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت بيقصد هنا المسيح فوضع يده اليمنى علي قائلاً لي لا تخف أنا هو الأول والآخر ده المسيح اللي بيقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى الأبد الآبدين أمين ولي مفاتيح الهاوية والموت ده المسيح اللي بيقول كده عزيزي المشاهد لو عندك ظروف كويسة أو وحشة هتلاقي حد من معرفك بيقولك أنا معاك ولا يهمك لكن في الحقيقة لو سدى الشخص ده اللي وعدك يعني هيكون معاك لحدود معينة عارف ليه؟ لأنه محدود في قدراته محدود في إمكانياته اللي يقدر يساعد بيها أي حد الكتاب المقدس لما الله كان بيرسل الأنبياء كان دايماً بيشجعهم ويقول لهم ما تخفوش أنا معاكم الله بيقول للأنبياء ما تخفوش أنا معاكم مثلاً الله في العهد القديم شجع موسى في مواجهة فرعون وعبور البحر الأحمر مع الشعب وعمل انتصارات عظيمة جداً وبرضو قال ليشوع قال ليشوع إيه بقى؟ كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع يبقى إيه؟ كما كنت مع موسى أكون معك كان مع يوسف وانتصر يوسف على إغراءات الخطية وعبر كل المشاكل اللي مر بيها لأن كان ربنا معاه واعوزني الوقت بصراحة في سرد كل الأمثلة اللي في الكتاب المقدس اللي حكيته ده كان في العهد القديم عزيز المشاهد فيه خبر حلو ليك الله في العهد القديم لم يبطل أعماله ورعايته لشعبه كمان في العهد الجديد أيضاً بيعطيك الرعاية والمعاية المسيح بعد ما قام من الأموات وقعد مع التلاميذ أربعين يوم يعلمهم شوف قام من الأموات وقعد مع التلاميذ أربعين يوم يعلمهم وقبل الصعود للسمى مباشرة قال لهم اسمعوا تي كويس يا جماعة قال لهم إيه؟ قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر واخدين بالكم من كلمة إلى انقضاء الظهر فيه نبي يتجرأ يقول إلى انقضاء الظهر ما تحصلش ولا حتحصل يسوع المسيح بيوعدك أنه معاك لا تخف هو قال لي يحنى الرسول لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين وليه مفاتيح الهوية والموت عزيزي المشاهد ما تخفش يا يسوع المسيح له مفتاح الهوية والموت هو نفسه الحياة أرجوك اختر الحياة يعني اختر المسيح لتحية لأن المسيح هو الحال ترجمة نانسي قنقر